السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وخواتي كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بالفخار أسف لأنني لم أخم بنشر أي فيديو في الأسبوع السابق لأنني كنت مشغول بعض الشيء سأحاول إن شاء الله من الآن فصائد أن لا أتأخر عن نشر الفيديوهات فيديو يوم إن شاء الله سنتحدث فيه عن الحلقة السابعة والثامنة والأخيرة من أنمي كيميتش النوائب سأحاول أن أختصر الحلقة السابعة قدر الإمكان لأن الأحداث التي شئها ليست بأحداث مميزة والحلقة الأخيرة بالطبع حلقة مميزة جدا 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 لذلك سنتعمق فيها قليلا ولذلك هيا لنبدأ باختصارا شديد الحلقة السابعة كانت عبارة عن قصة هيميجي مصا الذي كان يربي أحد الأطفال في مابد لكن في الأخير تمت مهاجمته من قبل الشيطان بواسطة أحد الأطفال التي قد خانهم وقد دل الشيطان على مكانهم وبعدها في محاولة لإنقاذ أولئك الأطفال تم اتهام هيميجي مصان بأنه هو الذي قتله من هنا بدأ هيميجي مصان بشك في أي أحد والشك في أقوال كل من من حوله وهذا ما رواه هيميجي مصان لطنجره بعدما أن أتم تدريب الصخرة من آكا شيء غريب لاحظته في زينته بعدما أن وصلته الرسالة من معلمة أصبح تصرفه تصرفا غريبا قارنة بتصرف الذي كانت تصرف به من قبل فقد تغير تصرفه بشكل كبير وواضح ونتمنى أن نكتشف السببب مستقبلا أما بعد هذا فلا أظن أن هناك شيء مهم حتى آخر الحلقة حيث اقتحم مموزان قصر أبو يشك كان دخولا أسطوريا على نسق الهنديين وانتهت الحلقة عندما تقابله والآن لننتقل للحلقة الثامنة والأخيرة الحلقة المميزة جدا يعني شاهدتها وكنت أتمنى أن لا تنتهي هذه الحلقة لأنها حلقة أسطورية وكالمعتاد الرسم والتحريك والألوان الشيء فوق الخيال بدأت الحلقة ثامنة بحوار طويل بين موزان وأبو يشكي حيث أن موزان جاء إلى قصر أبو يشكي لقتله والقضاء على عشيرة الأبو يشكي التي كانت تطارده لأكثر من ألف سنة تضح أيضا أن موزان هو من نسل أي من عشيرة أبو يشكي والذي تسبب لهم في لعنة أنهم لا يستطيعون العيش لمدة طويلة وهناك ملاحظة مهمة لا يجب أن تخفى على أي والتي هي أنه بموت موزان سيهلك جميع الشياطين هذه العبارة هي التي قالها أبو يشكي الموزان وأعتقد أنها صحيحة بالنسبة للنظرة التي علت وجه موزان وهنا تأتي اللحظة المفاجأة للجميع حيث تم تغيير المشهد في اللقطة التي أراد موزان أطلاء أبو يشكي وأغار لنا الغربان تصيح وتقول استدعاء طارق تمت مهاجمة قصر أبو يشكي وكل الهاشرة بدون استثناء تجري وتهرع إلى قصر أبو يشكي لمساندة مولاهم وهنا تظهر عظمة الأستوديو وفي لحظة نرى قصر أبو يشكي تشتعل أقبر ضرر ممكن بموزان ليساعد الهاشرة على هزيمته كانت هذه ضمن خطة بو يشكي لأنه كان يعرف أن موزان سيأتيه في أحد الأيام وقد كان هيميجي مصان عشر الصخر يعلم ذلك وكان مستعداً بكل هذا وهو الذي ساعده في نصب هذا الفخ الكبير بعدها يأتي دور طميسان طبيبة الشيطانة والتي اتضح أنها كانت إنسانة على مشارك الموت لكن بمساعدة من موزان حولها إلى الشيطانة بغية تعطي أن تشاهد أطفالها وزوجها لكن في الأخير قتلتهم والتهمتهم حيث استطاعت طميسان إلحاق بعض الضرر بموزان باستعمال فن شيطان دموي طاعة أن يشل حركته وأن يثبثه في مكانه بعدها طهنته بيدها وفي يدها دواء يرجع الشيطان إلى إنسان بعدما أكملته وذلك بدفعه أن ينقص من قوة موزان والآن يأتي دور هيميجي مصان والتي كان ضمن الخطة بعدما أنثبتته طميسان جاء هيميجي مصان لكي يفجر رأس موزان بواسطة قرة حديدية للقضاء عليه هنا تأكدت صحة ما قاله أبو يشكي لهميجي مصان حيث أن موزان لن تستطيع قتله بقطع عنقه وإنما الشمس هي الوهيدة التي تستطيع هزيمته أي أنه سيكون هناك عرب استنزاب حتى طلوع الفجر للقضاء على موزان ومن هنا سيبدأ القتال الأعظم في أعالم الأنمي ثم ظهر قتال خفيف بين موزان وهشر الصخر بعدها وصل باقي الهشر مع تانجيرو إلى قصر أبو يشكي والذي فاجأني أن الهشر كلهم لم يروا كي بوتشجي موزان من قبل إلا تانجيرو هو الوحيد الذي رأاه بعدما أنصرخ هشر الصخر بأن هذا الرجل الذي أمامه هو موزان انقضى عليه جميع الهشر لقضاء عليه لكن هنا استعمل موزان فتاة القيطار لكي تنقلهم إلى قصر موزان وقد تم نقل جميع أعضاء فإلقى الصيادين مدعيستنا نتيجة لمراقبتهم كل هذه المدة الفائدة وقد تم إرسال كل واحد من الهشر إلى مكان معين لكسب الوقت حتى يسترجع موزان مقدرته على التحرك وقوته بالكامل وفي العالب سيظهر كل من الأقمار العليا الثلاث المتبقيين لمتقاتلة الهشرة بالطبع وهنا تنتهي هذه الحلقة الأسطاري والآن سنترقب بكل حماس الأفلام الثلاثة المتبقية لمشاهدة ختام هذا الأنيمي الأسطاري لا أعتقد أن هناك سيضعي هذا سيضعي هذا سيضعي كيميتون عيبة من ناحية الرسم والتحريك والعلوان كنني أضع كيميتون عيبة في الرقم واحد من ناحية الرسم والتحريك نقطة إلى السطر بدون أي نقات ولا تقول لي أي شيء آخر إذن هذا ما لدينا الفيديو اليوم أتمنى أن يعجبكم و لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتعليق جميل مثلكم دمتم في رعاية الله أستودعكم الله ألقاكم في فيديو قادم السلام عليكم